تلفزيون البحرين في مكافة أوجه الدعم للحرس الثوري الإيراني لسهداف الأمن القومي العربي علاقة قطر بحرس الثوري الإيراني أو بالميليشيات الإيرانية هي ليست بالأمر الجديد هي تعود إلى عقود طويلة ساعة الدوحة إلى نسج علاقات راسخة وواسعة مع الميليشيات الإيرانية سواء في الحثيين في اليمن وحتى حزب الله في لبنان وغيرها لكن عندما ننظر إلى الدعم الإيراني للحرس الثوري الإيراني بشكل رئيسي هو يعكس حالة من التطور في العلاقة ما بين قطر وما بين النظام الإيراني بخاصة وأن الحرس الثوري الإيراني هو يعتبر الأداة الرئيسية التي تحكم إيران بشكل رئيسي أو حتى أيضا تتولى مسؤولية المشروع الإيراني في المنطقة الذي بدأ منذ العام 1979 وبالتالي فإن الدوحة الدوحة اليوم بعلاقاتها مع ميليشيات أو بالحرس الثوري الإيراني هي تؤكد أنها لا تزال حتى هذه اللحظة ثابتة على مواقفها السابقة الداعمة للميليشيات الإيرانية سواء في اليمن أو حتى حزب الله وهذا بلا شك هو استهداف واضح وصريح للأمن القومي العربي ترجمة نانسي قنقر